من الدوال الجبرية الدالة الثابتة والدالة الخطية والدالة التربعية والدالة الكسرية الدالة الثابتة وهي من الشكل التالي حيث ان y تساوي fx تساوي a و a عدد حقيقي ثابت ومن خواصها 1 df تساوي r اي انها معرفة لكل عدد حقيقي 2 rf تساوي a اي انها تقبل قيمة واحدة فقط 3 f سالب x تساوي fx اي انها زوجية 4 يمكن تمثيلها بخط مستقيم يوازي محور السينات مثال مثل الدالة التالية والحل كالتالي الدالة الخطية وهي من الشكل التالي حيث ان y تساوي fx تساوي ax زائد b و a و b عددان حقيقيان ثابتان و a لا تساوي صفرا اي انها كثيرة حدود من الدرجة الاولى ومن خواصها 1 df تساوي r اي انها معرفة لكل عدد حقيقي 2 rf تساوي r اي انها تقبل كل القيم الحقيقية ثلاثة ليست فردية ولا زوجية 4 يمكن تمثيلها بخط مستقيم مائل يمر من نقطة المبدأ اذا كانت b تساوي صفر وبخط مستقيم مائل يمر من النقطة صفر و b اذا كانت b لا تساوي صفرا مثال واحد مثل الدالة التالية والحل كالتالي مثال اثنين مثل الدالة التالية والحل كالتالي الدالة التربعية وهي من الشكل التالي حيث ان y تساوي fx تساوي ax تربيع زائد bx زائد c و c و b عددان حقيقيان ثابتان و a لا تساوي صفرا اي انها كثيرة حدود من الدرجة الثانية ومن خواصها 1 df تساوي r اي انها معرفة لكل عدد حقيقي 2 rf لا تساوي r اي انها لا تقبل كل القيم الحقيقية ثلاثة ليست فردية ولا زوجية ولكنها زوجية اذا كان b تساوي صفر 4 يمكن تنثيرها بقطع مخروطي زائد يمر من نقطة المبدأ اذا كان b تساوي c تساوي صفر مثال مثل الدالة التالية والحل كالتالي الدالة الكسرية وهي عبارة عن كسر بسطه ومقامه كثيرات حدود وسنأخذ كمثال لها الدالة التالية ومن خواصها 1 df تساوي r ناقص 1 اي انها ليست معرفة لكل عدد حقيقي 2 rf تساوي r ناقص 2 اي انها لا تقبل كل القيم الحقيقية 3 ليست فردية ولا زوجية 4 يمكن تمثيلها بقطع مخروطي مكافئ لا يمر من نقطة المبدأ مثال مثل الدالة التالية والحل كالتالي